بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الحلقة الرابعة من برنامج اسكرامي معنا الصديق محمد عبد الحكيم تعالوا نستمع لسؤاله. فضل يا محمد. استاذ رامي بشكر حضرتك جدا للبرنامج اللي انت عمله ده او الفقرة دية. سؤالي هو هل انا لو عملت اه موقع على او عملت موقع اه ورد بريس ونشرت عليه المنتجات وكده وبدأت اشتغل على الشغل ده. هل هيبقى بنفس قوة لو انا اشتغلت هايبقى بنفس القوة? ولو انا عايز اكبر المتجر ده القوة اللي انا عايزها. لها بنفس قوة اي بي او ما تقرب لها. هل ده هياخد وقت طويل? اه شكرا جدا السوز رامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما سمعنا للسؤال من الصديق محمد. واضح ان هو نجح في البيع على اي بي ويفكر في الانتقال الى ان يفتتح مدجر خاص به. سواء كان شوبي فاي او يفتتح موقع وورد بريس ويبني عليه مدجر وو كوميرس. زي ما شرحنا في كورس الدروب شبينج من علي اكس بريس الى مدجر وو كوميرس. الكورس مجاني وموجود على قناتي على اليوتيوب. وهتلاقوا الرابط للي ما شفوش ان شاء الله اسفل هذا الفيديو. سريعا يا محمد انا هقول لك عشر اختلافات او عشر اوجه مقارنة. ما بين موقع اي باي لو انت بتبيع على اي باي او بتبيع على امازون يعني موقع انت لا تمتلكه. وما بين ان انت تفتح مدجر شوبي فاي او وو كوميرس او اي مدجر اخر المهم منه بيكون مدجر انت من تمتلكه. واجه المقارنة الاول هو الحرية في الاسعار. بالنسبة لشوبي فاي والو كوميرس انت حر تماما في تحديد السعر. يعني ممكن تختار مثلا قلادة يكون سعرها اتنين دولار او تلاتة دولار على علي اكس بريس. وتقدر ان انت تبيعها طالما ان هي يعني انت هتعرف تجيب لها جمهور مستهدف بشكل كويس. طالما ان هي قلادة شكلها كويس وشكلها يدي اكتر من تمنها هيكون هتقدر ان انت تبيع القلادة دي بعشرة دولار بخمستاشر دولار. وانا ورتكم الامور دي قبل كده يعني بشكل عملي في شروحات في شوبي فاي. اما بالنسبة للاي باي مش هيبقى عندك الحرية ابدا في يعني تحديد السعر. لان طبعا بيكون عندك منافسين الزائر اللي داخل على الاي باي بي بيبحث عن السلعة. نسبة كبيرة من الزوار او مش الكل ولكن نسبة كبيرة من الزوار بتدور على السعر الارخص. وبالتالي هتضطر ان انت تقلل في السعر بتاعك من اجل المنافسة الشديدة الموجودة على الاي باي. وجه المقارنة الثاني وهو الحرية في القوانين. شوبي فاي متجر انت تمتلكه. الوو كوميرس متجر انت تمتلكه. وبالتالي هيكون عندك حرية في وضع القوانين الخاصة بك. اما اي باي ما تقدرش اصلا تضع في قوانين. انت مجرد فاتح متجر او فاتح باقي عادي حسب باقي عادي على يعني موقع كبير جدا زي اي باي. او لو بتبيع على امازون برضو متقدرش ان انت تتحكم في القوانين ابدا لكن لازم ان انت تكون خاضع لهذه القوانين بتاعتهم هما. وجه المقارنة الثالث هو بناء قائمة بريدية. في شوبي فاي او الوو كوميرس بتقدر ان انت تبني بيزنس خاص بيك. بتبدأ ان انت تبني قائمة بريدية. كبار المسوقين على مستوى العالم حاليا بيقيسوا قوة المسوق الالكتروني في اي مجال بقوة القائمة البريدية الخاصة به. مش لازم عددها كام. لكن اهم حاجة الكواليتي بتاعتها الكفاءة بتاعتها ان هو بنيها بنفسه. مش برامج سبام والكلام الفاضي ده. الحاجة التانية لما تروح بقى للاي باي او امازون لن يمكنك من بناء قائمة بريدية خاصة بك انت. لان زي ما قلنا انت مجرد ضيف عندهم بتبيع على الموقع بتاعهم. بتبيع على المنصة بتاعتهم هم. واجه المقارنة الرابع وهو رجوع العميل. حاجة بيسموها رجوع العميل في او في طبعا العميل اللي هشتري منك مرة. السلعة هتوصله بسرعة. هيسق فيك. هتلاقي نسبة رجوع عالية. بالزات لو قدرت طبعا تتحصل على الايميل بتاعه وترسله سواء بكوبون خصم عشرة في المية او اي امر تقديرا له. هتلاقي هو ايضا مقدر هذا الامر بشكل كبير جدا. بالنسبة لنقطة رجوع العميل في الاي بي هي موجودة ولكن بقدرة اقل من شو بي فاي. يعني ممكن يرجع لك مرة تانية لو اشتري منك منتجات جيدة. لكن في نفس الوقت هو عينه اثناء البحث يعني عملها تتزغلل بعدد كبير من المنتجات اللي معروضة في اي بي لتجار اخرين. فممكن بسهولة ان هو ينتقل من عميل ان هو عميل عندك الى عميل عند شخص اخر. لكن خلال المتجر بتاعك اي سلعة بتعجبه بيشتريها هي في النهاية السلعة بتكون بتاعتك انت. لكن اكيد مش كل السلعة اللي على الاي بي بتاعتك. وجه المقارنة الخامس هو الترافيك. في شو بي فاي والو كوميرس نقطة الترافيك هنا صعبة لانه بيعتمد عليك انت سواء هتعمل مقالات سيو عشان تبدأ تستهدف الزوار من جوجل بشكل مجاني يكون في حركة وزيارات للمتجر بتاعك مجانا. ده بالنسبة لي شو بي فاي او الو كوميرس. لكن في الاي باي الترافيك بيكون عالي جدا وبيأتي يوميا لان ده موقع بيستقبل ملايين الزيارات شهريا اللي هو موقع الاي باي. لزلك دايما انا لما شرحت الاي باي كان عندي الحتة دي ان ناس تتعلم التجارة الالكترونية بشكل قوي. بترافيك مجاني بيأتي من الاي باي. بعد ما الناس تبدأ تحترف امر زي ده وتتمكن منه تقدر ان هي تنتقل للبيع على اه شو بي فاي او وو كوميرس بحيس ان هي يبقى عندها المكان الخاص بها هي اللي هي حرية لهم الحرية زي ما قلنا في القوانين وفي الاسعار وبناء قائمة بريدية يعني لهم الحرية في تأسيس عمل حقيقي. وجه المقارنة السادس وهو الخصومات. في شو بي فاي والو كوميرس طبعا موجود يعني هكلم عن شو بي فاي هنا تحديدا موجود مجموعة من الخطط هتكلم على الخطة الشهيرة جدا اللي هي التسعة وعشرين دولار هنلاقي ان آآ العمولات اتنين وتسعة من عشرة في المية زائد تلاتة آآ زائد عفوا زائد تلاتين سنت اللي هي الخصومات بتاعت يعني العادية. لكن في بي 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 اخد عشرة في المية غير الاتنين وتسعة من عشرة في المية زائد تلاتين سنت ده لو انت عندك سيلر اكاونت بتاعك عادي. اما لو مشترك في نوعية معينة من المتاجر اللي موجودة في اي بي اللي شرحناها في كورس الدروب شبنج من امازون الى اي بي هتلاقي موجود يعني قدامك كل متجر يعني سعره كامل اشتراك بتاعه كاموي الخواص او المزايا بتاعته ايه هي وهتلاقي مذكور منها نقطة الضرائب اللي انت بتدفعها على المبيعة او الاستقطاعات اللي بيتم قطعها من ارباحك. وجه المقارنة السابع هو المستقبل. اكيد طبعا شو بي فاي او وو كوميرس لان انت من تمتلكه. فبيكون هو يعني بتقدر تعتمد عليه فيه المستقبل بشكل اكبر من الاي بي. الاي بي ممكن في اي وقت يقفلوا الحساب بتاعك او يغيروا القوانين بتاعتهم. وجه المقارنة التامن وهو المنافسة زي ما قلنا ان شو بي فاي او الو كوميرس مفهوش منافسة لانه كل السلع بتاعتك طالما ان انت جلبت الزائر داخل المتجر بتاعك كل اللي بيشوفه هو السلع بتاعتك انت كل الاسعار اللي بيشوفها هي بتاعتك انت كل خطط الشحن اللي بيشوفها بتاعتك انت القوانين بتاعتك الكوبونات بتاعتك كل شيء بتاعتك محدش به نفسك لان الموقع بتاعك. اما في الاي باي طبعا بتكون المنافسة شديدة جدا. وجه المقارنة التاسع وهو الدعم في الاتنين الدعم رائع. سواء شو بي فاي او لو قبلتك مشكلة او لو بتبيع على اي باي او امازون كلهم عندهم دين دي يا جماعة شركات يعني عملاقة جدا فالدعم الفني طبعا موجود عندهم بشكل قوي جدا. وجه المقارنة العاشر اللي هو الخلاصة او بقول لك وجهة نظري انا هو بيزنس مستقل بذاته. بيكون بيزنس مستقل يعني تقدر ان انت مع الوقت تتحوله الى الوظيفة الرئيسية بتاعتك انت يقدر يمكنك لو انت ممتلك متجر شو بي فاي ناجح او متجر ناجح تقدر ان انت مع الوقت يعني تترك وظيفتك اللي هي وتتفرغ للعمل الانلاين لان ده بيزنس مستقل خاص بك. انت اما الاي باي مهما ارباحك كبرت عليه مش هتقدر ان انت تعتمد عليه كوظيفة يعني مستقلة. ليه نظرا للخطورة اللي موجودة فيه لان زي ما قلنا يعني قوانين الاي باي هي خضع للاي باي مش خضع عليك انت. تخيل لو هما اصدروا قانون ان هما مش هيسمحوا مسلا للباع اللي من خارج امريكا ان هما ما يبيعوش او سمحوا للباع ان هما يكونوا بس من امريكا ومن اوروبا. يعني خلاص يبقى احنا كده ضعنا في الباي باي. لا هنقدر نشتكي ولا هنقدر نقول اي حاجة. لمن هو الموقع بتاعهم وقوانينهم. ففي النهاية الامر بيكون هما اللي ليهم كامل الحرية في هذا الامر. اتمنى في اخر هذه الحلقة ان نكون يعني استفدنا بالاجابة لكن القرار دايما هو لك. انا بقول لوجهات النظر بقول الشرح لكن دايما القرار انا في النهاية يعني بتركه طبعا لك انت لان انت من لك حرية القرار سواء عاوز تختار لان كل واحد وامكانياته. في واحد معهوش رأس مال يعني رأس مال وضعيف جدا جدا جدا. فمش قادر اصلا يوفر اشتراك شو بي فاي. خلاص في الحالة دي هيشتغل على اي باي. لكن لو قادر ان انت توفر اشتراك شو بي ودفعت على الاي باي او يعني بتحقق مبيعات على الاي باي بس عاوز تنتقل يعني البيزنس اعلى ومستوى اعلى خاص بك انت اكيد طبعا بنصحك بشو بي فاي. شكرا للصديق محمد على السؤال بتاعه. اتمنى تكونوا مستفدتم من الاجابة. لو عاوز تكون ضيف الحلقة القادمة من برنامج اسكرامي هتلاقي رابط موجود اسفل هذا الفيديو هرامي عزة دوت كوم سلاش اسكرامي تقدر تبعت لي سؤال صوتي بحيز تكون ضيف في الحلقة القادمة ان شاء الله اشكركم شكرا جزيلا كان معكم اخوكم رامي من برنامج اسكرامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.